شيع الفلسطينيون جنازة الشاب أحمد النجار الذي استشد أمس بقرية بورين برصاص جنود الاحتلال جنوب غرب مدينة نابولس في الضفة الغربية بينما شن جيش الاحتلال حملة اعتقالة في المنطقة ودعت قوة الاحتلال أن الشاب كان يلقي زجاجات حارقة تجاه مركبات مستوطنين تمر بشارع الالتفافية القريب من مستوطنة يستهار في الأثناء اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة حيازته سكينا كما اعتقل جيش الاحتلال اربعة فلسطينيين بدعوة أنهم مطلوبين للأمن من جهة أخرى أعلنت شرطة الاحتلال إصابة جندي جراء تعرض حافلة لهجوم بالحجارة بالقرب من القدس